اشتركوا في القناة إلى خفض تصنيف البحرين الائتماني إلى بي بي وصفان التصنيف الجديد بالمفاجأة غير المقبولة وأوضح المعراج للنشرة الاقتصادية على هامش المنتدى المالي الخليجي أن الحكومة اتخذت في فترة قصيرة عدة إجراءات لإصلاح المالية العامة بغية معالجة العجز في موازنة الدولة دون أن يكون هناك أي تأخير في الدفع باتجاه المزيد من الإصلاحات وأكد المعراج أنه لن يطرأ تغيير يذكر على سياسة صرف العملة المحلية لافتا في الوقت ذاته إلى أن قاعدة الاقتصاد الوطنية تمتاز بالقوة والتنوع الذي يؤهله للتحول إلى الاقتصاد المعرفية نحتاج إلى التواصل باستمرار مع القطاع المالي ومع القطاع الخاص بشكل عام لشرح ما نقوم به وتوضيح ما هو قائب عندهنهم وأيضا أنه كلما وصلت الحقائق والمعلومات بشكل مباشر كلما تبددت كثير من المخاوف وبعض المعلومات القير صحيحة انطلقت اليوم أعمال المنتدى المالي الخليجي يوروماني 2016 بالتأكيد على ضرورة تحول اقتصاديات دول مجلس التعاون إلى الاقتصاد المعرفي وتقليل اعتماد مداخلها الحكومية على الإرادات النفطية وناقش المشاركون في جلسات المنتدى مستقبل الخدمات المالية الإقليمية وما هي الخيارات الاستراتيجية في صناعة الصيرفة وأهمية إعادة النظر في التشريعات والأنظمة في قطاع الأعمال مضيفين أنه يتحتم على القطاع المالي الإقليمي أن يعيد تعريف دوره ومناهج عمله مع انهيار أسعار النفط ولجوء الحكومات إلى إجراءات تقشفية لمواجهة العجوزات المالية سعيدين أن نستضيف يورو ماني وهالسنة هذه خامس سنة لإستضافة البحرين هذا المؤتمر ونحب إن شاء الله أنه يكون مؤتمر سنوي حيوي ومكانة البحرين كمركز مالي طبعا يعزز أهمية هذا المؤتمر ونحن خطتنا الاقتصادية ماشية وعندنا ثقة كبيرة فيها نحن نشوف أن الاستثمار اللي بيكون في البنية التحتية اللي قدرب 32 مليار اللي يتمثل في آخر الأوقات كان عن إعلان عن توسعة مطار البحرين وبنسمع عن أخبار بالنسبة حق ألبا ومصفات البحرين وأمور آخرى هذه كلها مصدر تفاؤل بالنسبة لنا لتأثيرها على الاقتصاد البحرين